أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأضف رئيس السيسي في تعقيبة خلال جلسة نقاشية بعنوان الطريق من جلاسجو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية والتي عقدت ضمن فعليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أكد أن مصر قامت بتطيير جميع البحيرات لمجابهة خطر التغيرات المناخية لو كلنا تصورنا أو كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الإجراءات اللي بتتعامل لمجابهة تغير المناخ حيتحرك وحيشتغل فيها هديكم برضو مثالين لحاجة احنا عملناها في مصر هنا وكانت بالنسبة لنا أتصور أنها فرصة الدكتور مصافة تكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها أنا بأتكلم على موضوع بقاله عشرات ويمكن مئات السنين محدش اقترب منه هنا في مصر إحنا دخلنا في برنامج بقالنا أربع سنين لتطهير جميع هذه البحيرات والعمل ده وإحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل للناس القائمين على عملية التطهير ثم أيضا ستتحول هذه البحيرات إلى طاقة اقتصادية مناسبة بعد ما يتم تطهيرها وتجهزها